أعود إلى طهران بعد غياب ثماني سنوات عشت هنا ثلاث سنوات من 2003 إلى 2006 خلال إقامتي في طهران لا أذكر أنني استغربت يوماً إن سمعت أن عربياً تزوج إيرانياً ربما لأنني في ذلك الوقت كنت قد اقتربت أكثر من المجتمع الإيراني وتبادلت الزيارات مع أصدقاء الإيرانيين وأسرهم شاركتهم أفراحهم وأحزانهم وكنت أستمتع بالتحضير معهم للنروز وسيس دي بيدار اليوم الثالث عشر من السنة الجديدة نعم في البداية كنت ألمس تمييزاً بين العربي والعجم كما يقولون هناك لكن سرعان ما زالت هذه الحساسيات بمجرد أن يعرف الواحد الآخر موسيقى اشتركوا في القناة اشتغلنا مع بعض شوي بالتصوير ما كاسيبوت لا لا انا حبيت التصوير بسبب هي انا ما كان عندي هوايات بالتصوير من قبل انا هوايتي كانت بالسفر بهالشكل طبعا وقت اللي حسينا انه في تفاهم بيناتها اتصلت انا مع الوالد والوالدي واحدة من الصور اللي خلتني اتعرف اكتر على الشخصيطة هي الصورة الموجودة على الجدار لهيك كبرناها وعلقناها بالبيت لانه صورة طبعا هي بتحب اللون الترابة الخاكي متل ما بيقولو وانا بحب اللون الازرق فهي الصورة دا ما بيتمثل نوع من التفاهم بيناتنا نوع من اللقاء بيناو بينام شاید میشه گفت این اکس رو خلی اتفاقی پیش اومد ای که نامد در زمانه کشته در خوبی فسانه کرده این اک در زل من آتشش ختو خانه سخت بود شما استفاج مرد عربی سخت بود من که پدرم فوت شدم مسلمی که خب مادرم تصمی کرنده بودن بعد ایشون خب خیلی نگران بودن که حالا مثلا من بخوام با یه فرد خارجی سواش کنم چه اتفاقات این میوفت ولی خب به مرور زمان که ایشون رو دیدن و آشنا شدن باشون خودشون در واقع در یافت کردن که حالا این آشادی خیلی بشتکار داره فرق میکنه و حالا واقعا میشه گفت دوست داشتنه تو وجودشون دیدن بعد خب بازم بیمقاد سخت بود باسه هم بپذینام ولی وقتی دودن که منم خیلی خوانه این مسئله هستم بکه رازی شدم عودت الوالد و الوالد انه بکون صاحب القرار و هنی طبعا ممکن میکن میکن و موافقین مثلا بالبدایی بس الوالد و الوالده بحبون بشغل اینو بیدعام و قراراته و ازا لا صمح الله صار احد قراراته خاطئ طب بیضلوا بیدعامونی ما فی مثلا انه بعدين عتاب او نحن مثلا قلنا لک انه هیك انه ما بیصر هیك ازا ما كنت تردع لینا لا هنی بیدعاموا قراراته كله و بیوقفوا جنبی لها الشی قالوا لی نحن ما بدنا ندخل بی حیاتك هاي حیاتك و انت حرفیه مو نحن اللی بدنا نتزوجه انت اللی بدك تتزوجه و تعیش بها مو نحن اللی بدنا ندخل بیدعاموا قراراته و ایجو مره تانی منشان کتب لکتاب و رجعو ایجو بعد ما تزوجنه مو نحن اللی بدنا ندخل بیدعاموا قراراته شو كان اصعب شی بیدعام انت ترتبت بی رجل عرابی؟ سواله درس ها خمسه دیگه عمد تقول عمد صعبی الاسل کتر محب هده سوال likely فرم هستیم سوالا مارد صاحب لح идت ید اجراع برای صاحب س az s Sword صاحب تذیر انا معید انتبول تitating والذي أنهم يعظون برؤية المتحدة لأنهم يتجمون برؤية المتحدة والذي كانوا يتجمون زيادة ويكونوا برؤية المتحدة وهذا كان منذ ذلك فهي فضي فمن المنطقة لاحقا بأنهم بحقا المتحدة بأنهم لنمتحدث كفرانهم وهم يتجمون بضيبان ولكنني أتجاب التنسيق فهمت من ذلك على ذلك. فكرت كم أنهم يدعون عن هذا الموضوع. و لكن هذا الشخص يجب أن يكون هذا الموضوع. والذي أنه كانت أمودة للمدار هم هذا الموضوع. فعلى انه كانت أصدقائي في هذا الموضوع. فهمت جيدا وهم يتم التعالي. فهمت بأنهم لن يفهمنا. ولكن با اما اشاره، با دست باشه کسته میفهمیدیم که چی میگیم، تونستیم با همه ارتباطش رو بگیریم اشون که تصمیمی که گرفتم با ما از دوش کنند، خب برحال، یه تصمیم خیل بزرگ بود، خانوادهشون رو یه جوره این مجموع شدن برحال کنن با نشکنه ارزش هینجین سلوین هرکتش هنهش وقت فرموش نمیکنه همیشه ترک میکنه همیشه ترک میکنه امکه چقد بساش ارزش تشتم که اینکار که هرده فرده هم قول انو طبعا قرار بانی عیش معا هون و اترک اهلی قرار کبیر که هونو هی بتحتربه کتیر و بتقدره کتیر بیانی لاششه بیثبت لانی بحبه طبعا یعنی درسته؟ درسته طبعا بحبه کتیر یعنی وموضوع الاسره ابدا ما نعائق امام الزواج یعنی وطالما یعنی في زیاره الاهل عمیجوا لهون و انا بسافر عا سوری فما في ای مشكله طبعا یعنی حتی عم تقول یعنی انو والدتا بتحبنی اكتر منه یعنی بس طبعا یعنی بس طبعا یعنی بس طبعا بس طبعا بس طبعا والدتا کتیر حنونی یعنی طبعا انا والدتی ما موجدون فهی والدتی تانی هونی بس طبعا خانمها إيراني يعني معروفات بأنه هني قويات مسيطرات مو أخوة من الرجل العربي مصبوح شبتي لا لا أبدا شخصية الأنسة الإيرانية قوية بس طبعا هذا ما بيعني أنه بتاخد دور الرجل يعني وأنا ما شفت هاشي أبدا بس طبعا شفت شخصية قوية عجبتني كتير وشي طبيعي لو كانت هاي الشخصية أقوى مني ما كان تم هالزواج بس مثل ما بتصوروا لكتيرين طبعا أنا اللي عايشون من تسع سنة وقت وداخل يعني بالمجتمع الإيراني كويس بطبيعة عملي وبطبيعة طبعا علاقتي بزوجتي بعد ما تزوجنا وصار في زيارة عائلية طبعا الشي الممكن يخلي الثقافات التانية تظن أنه المرأة الإيرانية متسلطة أو قوية أنه بعض المواضع هي اللي لازم تقرروا خاصة الموضوع الزواج يعني بالنسبة لموضوع الزواج الرجل مثلا ابنون مع أو بنتون مثلا مع شخصتاني طبعا يعني الأم إلى رأي إلى جزء من الرأي طبعا مو مثلا الرأي بشكل كامل مو للأب بشكل كامل أو للأب بشكل كامل أو للبنت بشكل كامل لا طبعا في الأب والأم بيتقاسموا القرار يعني بها طبعا مع صاحب العلاقة يعني أو مع البنت أو الأبن ممكن هالشي خلي بعض الناس يفكروا أنه والله المرأة الإيرانية كثير متسلطة كثير قوية كثير مثل لو يقولوا مثل ما قال أحد الأصدقاء عنيفي بصلا طبعا ما شفت هالشي أنا ما شفت في عنف بالموضوع وهي الأمور السلبية موجودة بأي مجتمع يعني إذا كان في أمور سلبي فهي موجودة بأي مجتمع وبأي دولة يعني مو بس بإيران يعني فألا أبدا ما ما فيه هك شي طبعا المرأة الإيرانية بتشتغل بتشتغل بقوة يعني وشاطرة بالإدارة طبعا يعني أنا هذا اللي اكتشفته خلال هستين هلو قررنا نحنا بالنسبة للأولاد إنه إذا كان المولود الأول بنت فأنا رح سميها يعني بس المولود التاني مهما كان بالنسبة للأولاد البناء والله أنا بحب اسم جوليا كثير موافق زهرة خوب مشكلة طبعا المولود التاني مهما كان منحكي بالموضوع نعم 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 المولود التالت هي لبدا قرر من دو وميام نه دو ويام باس بيكون سوفو مي شمار سوفو مي شمار مجلو أنا كتير حبيت أكمال بعدين من اميو نظرات را من كب كذلك؟ و أنا في أيام منذ أول مصير و أنت تتوقفت أمريكي و لم أكن أشدت مصيراً حتى أشدت مصيراً ولكني أشدت مصيراً لطفة الله لأننا تعافق في الكثير من شخص ونحن لا أشدت مصيراً بأن أراب فقط أيراني فقط لا تقلق بأن أراضي شكراً على الكلام الحلو حاس أنه هذا لطف من الله أنه تزوجنا لأنه هناك نقاط مشتركة كثير بيننا والحمد لله في تفاهم في تفاهم وفي حب طبعا الحمد لله شو صورتك المفضلة بين هذا الألبون الصورة أنا بحبك ترى الصورة طبعا هاي الصورة ما بتدلع أنه هي متحكمة فيني لا تفهموني غالك إن أحسس مكورة يعني بحس أنه عمد قلي أنت إلي بس بهالشكل لهيك أنا بحبك ترى لها الصورة شو ما قدوم أكس شو ما قدوم أكس بشتار دوستوريا شو ما قدوم أكس شو ما قدوم أكس شو ما قدوم أكس بشتار دوستوريا من اكس هم موجود يوجد كل ما فيها فيلم لا يوجد فران بشيء شكرا 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 أهل المساعدين شكراً جزيلاً على هاللقاء تبتنم ولا ما بتنم؟ أنا ما عندي مشكلة ترجمة نانسي قنقر